مائن استقرت الاوضاع في الشمال باتفاق الف وتسعمائة وسبعين واستقرت الاوضاع في جنوب الوطن بالاستقلال في عام سبعة وستين واخراج اخر جندي محتل حتى سعى اليمنيون عبر رئاسة وزراء مشتركة من شطري الوطن للقاء في العام اثنين وسبعين لتجشين اول الخطوات الوحدوية وانهاي اي انشقاق بين شمال اليمن وجنوبه محطات متعددة ولقاءات كثيرة يقول التاريخ بان اليمن الواحد قد التقى على مستوى الداخل والخارج في اكثر من ستين محطة وحدوية كان الخلاف دائما يحل بالعودة الى الجدر الواحد لانهاء الانقسام واطفاء كل الحرائق بين الاخوة ارهاصات كثيرة كانت من العوامل الداعمة لوحدة اليمن فكان العام اربعة وثمانون عنوانا لوحدة الشمال اليمني الذي استضل بالمؤتمر الشعبي العام وميثاقه الوطني الخالد وكانت اول خطوة حقيقية على الارض للتهيئة لانهاء الانقسام والقضاء على خلاف حروب الجبهة والاستعداد للوحدة اليمنية المباركة الذي نص عليها ميثاقه الوطني كبند ثابت وعلى نقيض ذلك وبعد عامين كان جنوب الوطن الحبيب قد انزلق في صراعات حزبية ادت الى احداث يناير من العام ستة وثمانين وهي الكارثة التي قضت على ابرز رجالة الدولة وعمت التصفيات بالبطاقة على معظم المناطق الجنوبية وخسر بذلك جنوب الوطن خيرة رجالاته من الدكاترة والمفكرين والعسكريين وعمت الفوضى بواقع الف ومئة قتيل في اليوم الواحد من عمر الصراع الشمال اليمني فتح ذراعيه لاكثر من ستين الف ناج من احداث يناير ستة وثمانين وقدم كل المساعدة الانسانية والاغاثية ولم يكتصر على ذلك فقط فقد التقط الشمال الفرصة لتأسيس الوحدة اليمنية المباركة بما يضمن سلامة الحدود التشطيرية سابقا وبناء علاقة وصفت بالجيدة مع قادة شطر اليمن الجنوبي بما يضمن استمرار التهدئة وعدم استغلال حال الفوضى لاشعال الصراع من جديد سياسيون ومؤرخون اكدوا بان تأسيس المؤتمر الشعبي العام في الشمال واحداث يناير في الجنوب هي من قادت كافة الجهود الحقيقية للوحدة اليمنية الى مربع الواقع والتحقيق وكان للرئيس علي عبدالله الصالح النصيب الوافر من هذه الجهود بتقديم عدد من التنازلات السياسية والاقتصادية والموافقة على وحدة اندماجية تنتشيل جنوب الوطن من ويلات الاقتصادية فقد تم توحيد وزارة الخدمة البندلية بين الشطرين واستعدت وزارة المالية لدفع رواتب موظفي شطر اليمن الجنوبي بواقع أربعمائة ألف موظف في مقابل ستين ألف موظف وتوحيد العملة في مقابل تحمل الدين العام لشطر اليمن الجنوبي والعمل على الفصل ما بين الطهمة والزمرة في إطار سياسي توافقي ينهي الأزمة والصراع الوحدة اليمنية المباركة منجز عروبي نال إعجاب العالم فقد تم إعادة لحمة الوطن وتحقيق أهداف الثورتين التي نصت في بندها الخامس بالعمل على تحقيق الوحدة اليمنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة وها هو المنجز الأبرز في تاريخ اليمن المعاصر يقول بأن الوحدة بند ثابت وأساسي لدى اليمنيين والمجتمع الدولي الذي يؤكد في كل ميثاق له على سلامة الأراضي اليمنية وسيادة الوحدة على كل قرار محمد الصار اليمن اليوم